اشتركوا في القناة موجود اليوم في برج الجدي اليوم الثاني طبعا القمر موجود في منزل سعد الذابح هي للعلاج والفراق والخلاص او الحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزل سعد بلع وهي للعلاج بكل انواع العلاجات والفراق واتلاف الاموال والحرية طبعا القمر بما انه موجود في برج الجدي فتأثيرات برج الجدي تنطبق على جميع الابراج او بتأثر على جميع الابراج فمنلاحظ انه بالفترة هاي اننا منعود لطبعتنا الجدي منحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة ممكن يسيطر علينا او تسيطر علينا مروح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين في ناس تثير بسألوا شو يعني بوليس التأمين الان في اشي مثلا لما انت تشتري سيارة تروح بتعمل عليها تأمين هاي العقد اللي ما بينك وبين شركة التأمين اسمه بوليس التأمين تأمين صحة تأمين على الحياة تأمين ضد الغير تأمين شامل كلها هاي اسمها تأمين اي عقد ما بينك وبين شركة التأمين هذا اسمه بوليسة يعني بوليس التأمين عشان هيك منقول شراء بوليس التأمين او تجديد تأمين او عمل تأمين ماشي هاي واحد طبعا بالنسبة للزوايا البطيئة او تأثيراتها الاول تأثير مازل مستمر تأثير كسوف الشمس السلبي لغاية نهاية يوم سبعة اتناعش طبعا تأثيراته على القرارات الحاسمة تأثيراته على اي شيء في عقود اي شيء في ارتباط اي شيء في ايك اشياء مهمة يعني هذه لحظات احنا رغم انه الشمس سعيدة والقمر سعيد والزهرة سعيدة الا انه تأثيرات الكسوف حكينا بتستمر ثلاث ايام ما قبل وما بعد هي ما فيها هالخطر الكثير بسعادة كل الكواكب الموجودة ولكن عشان يعني يطمئن قلب الشخص انه هو طلع من السلبية بالكامل فمنقول لحنا انه ثلاث ايام فيها سلبية ولكن اذا اضطر الشخص انه يعمل هاي الاشياء اضطراري وما في مجال للتأجيل ان كان عقود او خطوبة او طلب او امور زي هيك او ملتزم بالوقت او عمليات جراحية فمنقول لهم يعني اعملها ولكن انا بفضل انك ما تعملها ولكن الوقت مناسب انك تعملها ولكن الكسوف باعلوا تأثيرات سلبية فعشان هيك منقول يعني ما تعملها لانه ما في تركيز يعني هي خربطة فعشان هيك اذا انت مجبر على فعل الشيء منقول لك اعمله تقدر تأجل الشيء اجله بس بالنسبة لزوايا البطيئة الاخرى طبعا اليوم في زاوية التربيع اللي هي بين المريخ وبين المشتري اللي هي حكيان عنها انه بحقق البعض تقدم على حساب الاخرين يعني اللي بيقتنصوا الفرص او على مصلحتك او تعبك بضيع لغيرك او بروح لغيرك هذا واحد اثنين تتعرض المؤسسات المالية والبنكية هذا دوليا والمبادلات التجارية لبعض الاضطرابات بسبب سوء التدبير او بسبب تخصيص الدولة الميزانية اكبر للشؤون العسكرية طيب هسا اول اشي منيجو مناخذ الباب لأول هل بالفترة هاي صار في المؤسسات المالية والبنكية والمبادلات التجارية صار فيها اضطرابات نعم العملة سوق البورصة سوق الاسهم السوق العملة الالكترونية انضربت بشكل كبير وعملت بلبلة حتى على مستوى سوق النفط والاسهم واء واء لما لنهاية كله طالع ونازل ومخربطة فعشان هيك منقول هاي الفترة غير مناسب لعقد العلاقات التجارية نهائيا بالفترة هاي لانه في بلبلة في الموضوع وهاي الزاوية تأثيراتها اليوم 12-12 والكسوف يعني كلها اجت مع بعض هاي برضو لها علاقة انه بتسوي نوع من انواع العرق لما تم التوصل لاتفاق بين العقود التجارية والدبلوماسية ما بين الدول وفي هاي الفترة بيع له شأن احد الدعاء او رجال الدين او المعارضين بشكل طبعا هو بوهم الناس انه هو اشي منيح كثير ولكن هو فعليا مش منيح كثير وهو رح يلقى تأييد شعبي كبير ولكن بعد ما الناس توكل الهداق البوري عقلت العراقيين بصحوا على حالهم وبشوفوا حالهم انه هم اتسرعوا في الامر بتخلي في نوع من انواع تقلبات او تقلبات حادة في المناخ في بعض الدول وهذا الاشي واضح في كل الدول انه تخلى بالمناخ بشكل كبير بالفترة هاي ومش مفهوم شو سبب التقلب طبعا سبب التقلب الزاوية هاي واثنين السبب الكسوف اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهاي حكينا رح تستمر لغاية 19-12 بيسود جو عام من الود فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة فمنلاقين انه في نوع من انواع التفاهم العاطفي بين الاحباء صحيح انه في بعض المشاحنات او سوء التفاهم ولكن العلاقات الناجحة ناجحة احنا منقول منلاقي انه العلاقات بتكون جيدة بينهم اما بالنسبة للزاوية اللي هي الاخيرة من الزوايا البطيئة اللي على مدى طويل لها تأثير طبعا في زاوية رح تتشكل اليوم هاي الزاوية اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي حكينا عنها هاي طويلة التأثير بين زحل وبين اورانوس اللي هي تأثيراتها رح تستمر لمنتصف شهر واحد عشرين اثنين وعشرين فبتخلينا مندفعين في تصرفاتنا متمردين على كل القيم والعادات وهذا الاشي واضح عند الكل في كل الدول وبتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة مع الحكومة وهذا واضح احتمال الوقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف وهذا صار في بعض الدول زلازل لحد الان ما صار يعني الا انه بشكل خفيف ما بنقرنوش بالزاوية هاي الشيء بيتعلق بالطائرات او حوادث السك الحديد السك الحديد صار في فرنسا بتدل كذلك على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة وبرضو هاي يعني بتصير في بعض الدول اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية وطبعا الزاوية هاي بتوقيت جرينيش وبتأثر طول اليوم اول زاوية حكينا زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي صار لها ايام متشكلة يعني برضو كنا نذكرها في الايام الماضية اليوم طبعا اوجها او ذروتها اللي هي زاوية التزليث الايجابية بين المريخ وبين بلوتو طبعا ذروتها ساعة 11 واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش هي رح تستمر هاي زاوية لغاية يوم تسعة تناعش تأثيراتها هاي بتخلينا شوي انه نكون عنا نوع من انواع الخجل اثناء التعامل مع الغير ممكن يحرجون ببعض الكلمات فما نقدر نرد عليهم ولكن اذا اثارون او انه تمادوا ممكن نرد عليهم بعنف شديد جدا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزليث ايجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية بما انه تأثيرها في المساء ساعة 8 وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينيتش معناته تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة لاعضاء جسمنا الحساس اليوم بما انه القمر موجود في الجدي معناته الركبتين والمفاصل العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن عند الإنسان هدولا نقاط حساسة يعني أكثر حساسية بتكون ممكن أي شخص يتعرض لوحدة من هدولا فعشان هيك بتكون تنتبهوا وتوفروا لهم العناية المركزة وإذا حتاجت لمراجعة الطبيب فما تتأخروا يعني لازم تراجعوا الطبيب لا استشارته يعني اللي بشعروا في وحدة من هدول طبعا عمليات جراحية لهاي الأشياء ما بننصح فيها هسا احنا بنحكي الأسنان هي بتكون بأكثر يعني أكثر حساسية ولكن إذا مضطر الشخص بدي يعمل شيء العلاقة بالأسنان أوكي ولكن مش جراحة يعني اللي بعملوا زراعة أسنان منقولهم مثلا اليوم ما تعملوا إشي يوصل لعملية الجرح والقطب هذا منقولهم ما في داعي أما عملية أنك بتعمل سنك تشيل عصب تخدر تلبس هاي ما في أي مشكلة بالنسبة للعمليات الجراحية اليوم طبعا بما أنه زوايا إيجابية التأثيرات صارت يعني بمعنى آخر أخف الآن إذا كان العملية اضطرارية منقول أوكي ما في أي مشكلة ولكن إذا كان بالإمكان تأجيلها يومين كمان قادمات بيكون أفضل أن نطلع من تأثيرات اللي هو الكسوف أما المضطرين يعملوا عمليات جراحية طيب هل هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن الحقن أوكي الجراحة لا طيب يصلح لإزالة الشعر الزائد لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه الجلد بحساسيته والشعر بحساسيته هل يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ يصلح ويصلح لقص العلاجي برضو يصلح طيب بالنسبة لمطعوم كورونا مناسب جدا ما في أي مشكلة عليه طيب نأخذ بندول أخذ بندول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام هذا أفضل شي عشان ما يصير عندك أعراض جانبية طيب خلو المسار القادم بما أنه القمر موجود في الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء سبعة اتناعش بيبدأ فيه تمام الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 48 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمر يومين فيه تمام الساعة ستة وثلاث واربعين دقيقة صباحا بيصير عمر ثلاث أيام نسبة الإضاءة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21 سعيد بنسبة 45 في المية القمر في الجدي حتى يوم 7 سعيد بنسبة 45 في المية الآن ولكن في ساعات الصباح بيصل ساعات لـ 100 في المية عطارد في القوس حتى يوم 13 منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في الجدي حتى يوم 19 سعيد بنسبة 45 في المية المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثور بيت راجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوته في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً القمر الآن في البيت العاشر للكم اللي هو بيت السمعة فعشان هيك هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم هذا يوم اجتماعي بالكامل على مستوى اللي هي الناس اللي أنت بتعرفهم أو رؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل وممكن اليوم تحافظ على إنجازتك القائمة في مجال العمل يعني بمعنى آخر عندك أعمال أنت قائم فيها وحابب شكر أو ثناء واتممها برضو اليوم ممتاز أهم شيء أنه تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك عشان ما تشوهش سمعتك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني بمعنى آخر هذا بيت السمعة بالعمل بيكرمك ممكن ترفيع ممكن ترقية ممكن إنجازات معينة تكون لصالحك فهذا الشيء بدعمك ولكن أي مخالف للقوانين ممكن تشوه سمعتك فيها وهذا الإشي رح يكون عكسك وضدك برج الثور طبعا القمر اليوم موجود في البيت التاسع والبيت التاسع معروف هو إلو علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب الدراسة الجامعية الامتحانات إلو علاقة برضو بالأوراق القانونية والمعاملات والقضايا القضائية إلو علاقة برضو بمعاملات اللي إلها علاقة بالهجرة فعشان هيك هاي هذا يوم قوي جدا إيجابي بالنسبة لإلك ويعتبر بيت ممتاز جدا رح تنشط في كل الأشياء اللي إحنا حكيناها رح تشعروا بقوة العاطف برضو وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تخرجوا اليوم برحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها رح يكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية وحياتك العائلية وحياتك العملية على كل الحالات يعني الأجواء إيجابية ودعملة إلك ما عليك إلا أنك تستغل هذا اليوم بكل طاقتك برج الجوزاء طبعا القمر صار موجود في البيت الثامن اللي إلو علاقة بالأموال المشتركة اللي هي الأموال اللي بتعود مش إلك لحالك وبكون معك شريك فيها ممكن هاي الأموال تكون بنك أو تركة ميراث قروض أشياء إلها علاقة بأموال الزوج إلها علاقة بديون لإلك بتحاول تحصلها ما بينك وبين شخص كنت تشتغل معاه فاليوم ممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا أنك تسارعوا لتهديئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى اليوم مساعدة أو تعاطف عليك أنك بس تتحلق بالليونة والتفكير الموضوعي ما تبالغ بمصريفك وبرضو حاول أنك تنتبه ما توقع على أوراق المالية دون ما تتأكد منها برج السرطن بالنسبة لموليد برج السرطان القمر موجود مقابلهم تماماً في الجديد وهذا الشيء طبعاً بيضغط عليهم بشكل كامل بعطيهم جزء من الإيجابية يعني في جزء منه إيجابي ولكن في جزء منه سلبي ليش؟ لأنه عادة القمر لما بيكون مقابل أي برج بيسحب طاقته بالكامل فبكون هذا الشخص ما عنده طاقة حساسية جسمه عالية جداً الأوهام والأفكار الصحة كلها بحاجة لنوع من أنواع الطاقة فبما أن الطاقتك الضعيفة معناته كل هدولة بدك تحط عليهم علامة استفهام هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكتك سواء في مجال العمل أو في العاطفة طبعاً بالعاطفة يعني مع الأزواج مع شركاءكم اللي خاطبينهم أو اللي بينكم علاقات بوسعكم اليوم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري إذا مضطرين أو متفقين على الوقت هذا أنك تعملوا فيه أي الفترة سلبيتها إنها ضاغطة ما بينفعك فيها سواء الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات خلال اليوم ما عليك لا تضبط أعصابك برج الأسد طبعاً القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك بنحكي لكم بدكوا اليوم تحاولوا أنكو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من الأعمال المتراكمة أو الأعمال اللي بين إديكم اللي أنتو بتحاولوا تنجزوها فعشان هيك يحاولوا أنكو تتمموها بالكامل وما تخلوها تتراكم عشان ما تعملوا ساعات إضافية أو يتراكم العمل عندكم وما تقدروا تتمموه بدكوا تنتبهوا برضو للجزء الآخر اللي هو الأمر الصحي فبدكوا تنتبهوا لغذائكم تنتبهوا لراحتكم يعني بمعنى آخر بدك تكون منظم اليوم تحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع زملائك بالعمل أو المعاونين لإلك حاول برضو ما تهمل صحتك ما تأجل وما تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية لأنه ممكن تتراكم عندك الأمور وما تقدر تتممها زي ما حكينا ولكن الأهم زي ما حكينا تنتبه للصحة والعملك وعلاقتك مع زملائك بالعمل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر صار موجود في البيت الخامس وهذا بيت الحظ بالنسبة لإلكم يعني هذا بعطي حظوظ كاملة وكبيرة وداعمة لإلكم الحظوظ هاي بتيجي على المستوى العاطفي على مستوى رغباتكم على مستوى النزوات على مستوى الأبناء على مستوى الهوايات يعني بكل الأجواء هاي بتكون مناسبة حتى على مستوى أفراد العائلة والأحبة فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهميش إنكم ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاولوا إنكم تصححوا الأخطاء يعني إذا في كان بعض الأخطاء تصرفتوا فيها في الأيام الماضية وحابين تتراجع عنها أو تتصالحوا أو تعمل مصالحا مع الأحبة برضو بإمكانك اليوم تستغل الفرصة برج الميزان طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع بما إنه البيت الرابع يعني بيت البيت بيت العائلة بيت المسكن بيت العقارات بيت العلاقات الاجتماعية التعاون مع أفراد العائلة كلها الاهتمام رح يكون على هذا المستوى اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو تهتموا بأمور السكن أو تصليحات ترميمات مشتريات تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم شيء إنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة لأجواء شوي بيكون فيها نوع من أنواع التوتر لأنه يعتبر هذا البيت يعني تربيع بيجي مع القمر فبضغط بشكل كبير عليكم فأهم إشي إنك أنت تكون مرن اليوم وبنفس اللحظة تراعي وضعك الصحي أو وضع أحد الأحبة لإلك مرج العقرب بما أن القمر صار موجود في البيت الثالث وهو بيت حليف لائلة فهذا البيت له علاقة بالسفر القصير التنقل بين المحافظات أو من جبل من منطقة لمنطقة من حي لحي بيكون عندك كثير من التنقلات والاتصالات والحوارات عندك قدرة عالية جدا على الإقناع برضو هذا بيت له علاقة بالامتحانات فاليوم مناسب لاجتياز امتحان له علاقة برضو بعلاقتك ما بينك وبين الإخوة أو أحد الإخوة أو الأخوات أو الجيران برضو هذا الإشي بدعم اليوم بدعمك بشكل قوي أنك تحسن علاقاتك معهم أو يصير فيه تعاون ما بينك وبينهم يعني بمعنى آخر بتدعمك الحظوظ اليوم وبتكون جريء في التعبير عن رأيك لأنك اليوم بتتمتع بسرعة بديها عالية جدا وبتلفت النظر الأجواء لطيفة ممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أو تأخذ دورة مثلا إلى تأهيل قدراتك مثلا برج القوس طبعا القمر الآن في بيت المال فهو مش قوي جدا بالحضود لا إليك فعشان هيك اللي بحصلوا على المكاسب المالية اللي بعملوا مثلا عمل إضافي أو أعمال يدوية ممكن تحصلوا على نوع من أنواع الدعم مكافأة هبة تبرع مساعدة سداد دين أشياء يعني الأموال اللي بتيجي من هذا الجانب فهو بعطيك فرص لمكاسب مالية من الأشياء اللي ذكرناها ولكن بعمل نوع من أنواع الشهية أو بفتح الشهية على صرف المال فعشان هيك بتكونوا حذيرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم بعضكم يهتم بتوظيف الأموال ولكن بدوا يكون عاقل بصرف الأموال بالمقابل اللي بيهتموا بتوظيف الأموال حكينا زاوية بتخوف شوي الأشخاص اللي بلعبوا في سوق البورصة أو الأسواق المالية أنهم يكونوا حذرين ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات أو التوظيفات هاي فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح ماء برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة لأن القمر موجود عندكم وهذا بيت الشخصية فعشان هيك اليوم ثقتكم رح ترتفع شوي رغم الكواكب اللي موجودة في بيت المتاعب إلا أنه يعتبر يوم استثنائي شوي نفسيتك بتتغير فيها أو طاقتك بتتغير بتصير نشيط أكثر هيك بضفي عليك هالة معينة حتى بتكون ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر أهمش أنه اليوم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الإجتماعية يعني تنشطوا بالعلاقات الإجتماعية والزيارات وتوجيب الناس أو أداء واجب عليكم اللي برضو بتحمل هاي الفترة انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة أيام كان فيه ركود كامل على كل المستويات اليوم بتحسن الأجواء تغيرت أهم إشي يعني عليك التحلي بالحكمة والواقعية بتشتد عزيمتك اليوم بترتفع عندك المعنويات بتستعيد سيطرتك ممكن تحقق نجاح باهر إذا استغلت الفرص اللي ممكن تنفتح أمامك خلال هذا اليوم تحديدا برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر في بيت متاعبكم بس بما أنه سعيد يعني ما فيش هالمخاطر أو التحذيرات الكثيرة إلا أنه أول إشي طاقتكم ضعيفة فلازم أنكم تنتبهوا لصحتكم أول شيء وما تبلغوا في جهدكم الجسماني أو في إنجاز الأعمال الموجودة عندكم بدك تكون حذر عشان ما ترهق حالك لأنه برضو القمر لما يكون في بيت المتاعب بيخرب عليك ممكن يخليك ما تنجز كل أعمالك أو أن أعمالك تكون نقصة فما يتم الموافقة عليها ممكن تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشروع أو يلتغي المشروع وأنت أساسا مش عارف ليش ممكن تعاني من تراجع في المعنويات أو تراجع صحي أهم شيء إنك ما تحسم أمر خلال الفترة هاي هو هاليوم بكرة في ساعات الظهر القمر بصير عندك فعشان هيك يعني يحاول إنك ما تحسم أي أمر الفترة هاي سلبية مخيبة للآمال ممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أو بتتسرع فيها فعشان هيك يحاول إنك ما تتسرع بقراراتك وما تنفعل كثير مشيها لحد ما القمر يوصل عندك بعدين الأجواء بتصير لصالحك برج الحوت طبعا القمر في بيت العلاقات الاجتماعية الفترة هاي بتنشط أنت في علاقاتك زيارات لقاء الأصدقاء المعارف الأحبة ممكن شوي تعزز صداقاتك ممكن تحقق أمني بمساعدة صديق منكم وأشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة أو لقاء أو عندك يكون في حدث معين فالناس تتجمع عندك بتتسع عندك الأفق ممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة أو تطور حدث معين إيجابي أو سلبي يعني يكون في لمة عليه ممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك أهم شي أنه اليوم بتخف عليك الضغوط وبيطمئن بالك من بعض المسائل أهم شي أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية الأهم أنه بكرة ظهر القمر رح ينتقل ويصير موجود ببيت متاعبك في الدلو فعشانك يستحسن أنك تنجز كل الأشياء الضرورية والمهمة اللي ما بتقدر أنك تأجلها أو ما بتقبل التأجيل تممها وإنجزها عشان في فترة بيت المتاعب رح يتعركس عليك كثير من الأمور عشان هيك يستغل الوقت طبعا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا بتمنى أنه يعني أكون موفقة بإيصال كل المعلومات للجميع ياريت إذا عجبك الحلقة والمحتوى وانطبق عليك الكلام أو في من هذا الكلام شيء صاب معك يعني حط لايك برضو اكتبنا تعليق شفت أنه الأمور بعيدة عن الكلام اللي أنا بحكيه أقول لي شو الغلط اللي أنا غلطته أو وين الإشي الصح اللي لازم أنا حكيت عنه ياريت كمان يعني ما تقصروا في دعم القناة شكرا لإلكم جميعا شكرا للأشخاص المنتسبين والداعمين الدائمين للقناة في النهاية يعني نحكي والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة